بسم الله الرحمن الرحيم نستمر بالمحاضرات مادة Advanced Hydrology نبدأ بالجزء الثاني من الفصل الثالث هو Evable Transpiration التبخر النتف لا تنسوا نحن شوية متأخرين لأننا نسمعنا البرنامج هذا التعليم الإلكتروني إجا متأخر نسمع به ما أعرف أن كان عبالي فقط الطلاب الـ Undergraduate فظهر أنتم مشمولين لي المحاضرات تبخر النتح نتح نحن نتح نتح بشكل عام من النواة فهذه المقدمة واضحة بالنسبة لكم التبخر النتح تبخر النتح تبخر النتح تتحدث النتح يحدث المحاضرات بزرائج أن الى نتح خاصة بـ evapotranspiration عملية تلكي Utah evaporation وMan Cotton Man الهم يوجد وق apologise ich fail is found that uevaboration and transpiration process can't be considered advantageously for either one hand as evapotranspiration. The term expensive use is also used to denote حتي دل علة' this food of evapotranspiration. حالة من الجو إذا كمية الغطوبة تكون متوفرة كمية الغطوبة تكون متوفرة كمية الغطوبة تكون متوفرة بشكل كامل يعني ما عدي أي نقص لحاجة النبات والرطوبة إلى آخره فيحدثها يسميه potential evapotranspiration potential evapotranspiration not longer critical depends on the soil and plant factor but depends essentially on the climate factor واضحة potential no longer critical depends on the soil and plant لا بشكل أساسي يعتمد على climate factor التي توفر الرطوبة وما شابه يعني مو فقط تربة ونباتات لا توفر الرطوبة هو العامل الأساسي من داخل به the real evapotranspiration occurring real هل نعمل potential هذا الreal the real evapotranspiration occurring in specific situation is called called actual evapotranspiration حالة تشبع معينة يعني مو متامة حالة تشبع موحددة حالة واقعية محددة نسميه هذا actual evapotranspiration it is necessary to under this stage in two terms filled capacity and permanent whirlting point and permanent whirlting point and permanent and permanent and permanent ايه نقطة الدبول الدائمة فلط كباستي ويقوم بحيثكًا فلط كباستي ويقوم بحيثك من سويل تبقى so that the soil can retain again is the force of gravity any higher moisture input to soil at field capacity will drain away permanent whirlting point is the moisture content is the moisture content of soil at which the moisture is no longer available in sufficient quantity to sustain لكي تبقي النباطات تاستنعم الأمر في هذا الموقف حيث وضع المناتعة حيث اچهرة ويجب المنطقة والاكن المشعر سيسر بالنباته المواسسur بالنباته الممتع الح底 و الم Costa المو موت يمكن أن التصميم المؤسس بالقرام المواسسوس حبيًا هو المشكل من الحاجة ونتمش بالنباته المشكل لكنها يعني Timوان verg وأخر وهو هو الفرق بين الفلتة والبquently التوليوني يمثل الموثولة لفلتاته إذا كان الوثور سبلاي لسهول خطاة ؟ ؟ ؟ المدر لس خلال العشرية كما تفضل المعكسة سوف المعكساة الجهاز أن يكون م liningكسب ثم التمشار سوف بحالة التئول الناس سوف يكون آخر في الدول على الأمان سوف يكون من مستوى كاتب ترجمة نانسي قنقر 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 القياس الإبابوتranspiration the measurement of إبابوترنفور a given vegetation type لنوع من النباتات تعرف أنت التبخر النتح يعتمد على نوع النبات وكمية الرطوبة ونوع التربة can be carried out in two ways either by using glycimeter or by use of the field plots للàyسيمتر السبع is a special cis novamente watertight tank tengo watertight containing a block of soil and sit in a fault يتنصب بالحقل أو من اللعنمو النباتات بداخله the plant is grown in the lysimeter التربة ترباب على النباتات which trong these inshine المجرر اللحقة المقربрасة كل مباتوح أبداً بما في النقطة في تقاص مفوضية او وزنياً ثم تقاص مفوضية في تقاص مفوضية من طريقة هي حجمية او وزنياً يعني عما قياسة يكون حجمي أو وزني. يترون ترينجبت الميت للايسي ميتر. إن شاء الله وأضحى. فهذا ما يخص الأمور الباقية. للايسي ميتر يجب أن تكون قد تقريباً وإن تقريباً وإن تقريباً وإن تقريباً وإن تقريباً وإن تقريباً وإن تقريباً. يجب أن يمثل كل هذه الحالات التي ذكرناها. يجب أن يتقريباً لتقريباً أن الميت في مستوى التربة المجاورة. للايسي ميتر تقريباً وإن تقريباً. للايسي ميتر يعتبر من الدراسات التي تستهلك الوقت ويكون غالية. الثالثاني هو الفلد بلوت إلى الاخVلد من الضمان لمنظمة أو إعاpling. بلت معلالي هنا في 난عوبة عن الدراسات الإبابة with a tar essa. Precipitation, irrigation input, runoff, and increase in soil storage and groundwater loss. Measurements are usually confined to precipitation, irrigation input, surface runoff and soil moisture. Groundwater loss due to deep percolation, التغلغ العميق, is difficult to measure هذا سعب احنا نق Market and can be minimized باحتفاظ بمستوى حالة رطوبة أو باحتفاظ باحتفاظ بمستوى حالة رطوبة The method provides fairly reliable result النتائج التي تكون موثوق بها إلى حد ما fairly reliable result النتائج التي تكون موثوق بها نتائجها تكون أكثر موقعية لحد ما المعادلات E-Babot Transpiration Equation التي اعتبت عليها بهذا الشغل أنا سأختصرها أنتم مدعدكم أي سؤال سألوني لأن وقتنا شوي ضيق نحن نتأخرنا بنمان equation يعني المعادلات التي تستخدم بالتبخر النتع بال E-Babot Transpiration بنمان equation والبنمان equation ال-B-E-T تعرفونها Potential E-Babot Transpiration يساوينا A في ال-HN زادن E A في القامة على A زادن قامة ال-B تعرف أن هذا هو ديلي طبعا Potential E-Babot Transpiration مليمتر بردي إذن هذا هو مليمتر بردي تبخر النتائج بقيمة مليمتر بردي ديلي يعني ال-A المثلي ال-A الموجود بالمعادل مثلي ال-P-Saturation ال-Babot Transpiration ال-Babot Transpiration ال-Vabot Transpiration температура рав وهذا نأخذ تابل ثلاثة ثلاثة نرى HN نت رادييشن نت رادييشن نت رادييشن نت رادييشن وهذا أهم الجدول ويعتمد على أشعة الشمس بارامتر بارامتر يشبه درجة سيليزية النت رادييشن نعم 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 النبت النت رادييشن نعم هذه معادلتي هذه نعم اسم و هذا العوامل ثوابت والثاني هو constant يعتمد على الـ average value الـ average value يقيم 0.5 والـ R يمثل رفلكشن رفلكشن الـ R البادو نحن نسميه الـ H-A هو incident solar radiation outside the atmosphere incident solar radiation outside the atmosphere on a horizontal surface هذا يعبر عنا بالملمتر of favorable water per day it is a function of latitude and period sorry and period of the year as indicated in table 3-4 تجاب table 3-4 فهذا كل حنا الـ H-N حسبناه من معادلة ومعادلة بيها شغلات نجيبها من جدول شغلات الأخرى لا يعني المهم هناك surface runoff هنا يظهر لك الـ R هذا الـ R نجيبه منه حسب نوع surface closed ground, corpse هاي محاصيل تكون قريبة من الأرض pairlands, water surface snow, thergy فهي كل واحد لكل نوع إلى قيمة R stiffness bolt is constant وهذا قيمة 2.01-10 ناقص 4 mm per day TA mean air temperature وقيمة 273 زائد درجة سيليزية كم درجة تقيسها لازم بالقلفن والـ EA تأواخذة actual pressure in the air وهذا قيمة من EW paper pressure paper pressure is estimated الـ EA قيمته الموجود يعتمد على سرعة الرياح وحالة التشبع الحراب بحالة التشبع فهذا الـ EA فالشيء أكيد يعتمد على الـ EW لأنه هو العلاقة ويعتمد على سرعة الرياح يعني يعتمد على عامل لأنه هو سرعة الرياح والـ EW المسجر فهذا الـ U2 هو main wind speed at 2 متر above the ground in km per day والـ EW شرحنا سابقا تجارة تابل 3-3 والـ EA شرحنا معرف مسبقا بفان الإيرليهر نأخذ مثال حتى المثال يوضح لك المسألة وكل الأمور توضح بالمثال تساعد الى الـ Neudelhae في منطقة Neudelhae في منطقة Neudelhae بمستخدم بنمان تساعد المثال ومثال معادلة بنمان هي معادلة بنمان بنمان تعتمد على الـ HN ومثال من قيمته والـ EA والـ EW فاعتمال على هذا المثال تستخدم معادة بنبان The following data are available منطقة Latitude ومنطقة Elevation فوق مستوى سطح البحر و Saturation Paper و Water Table 3 التي اعتمدناها سابقا يعتمد على درجة حرارة و A موجودة أيضا في كل درجة سيليسية يعتمد على درجة A و A أخذناها موجودة أيضا في القانون هنا تلقاها و A قلناها Slope of Saturation Paper Slope of Saturation Versus Temperature إذن هي Slope of Saturation ال-EW هي Slope مع ال-EW سلوب مع ال-EW نرجع و نرى الكلام الموجود هنا إذن أنا دا عندي درجة حرارة أقدر أطل إلى ال-EW ال-EW ممكن أنا المعادلة الموجودة هنا أطبقها يعني أقدر ما أستخدم هذا الجدول وأطلق ال-EW مباشرة فقط أخلي درجة الحرارة فأنتم هذا الجدول تأخذوا لهذه المعادلة وتعدم دولة 45-80 عندما تكون صفر هنا عندما تكون صفر هنا يطلع لك القيمة 45-80 فتقدر تعتمد عليه لكن ال-EW هي Slope ال-EW سلوب ال-EW لأن هذه المعادلة ممكن أن تعوض الجدول بالنسبة لل-EW ال-EW لو أرى أنت هناك مستوى ال-North Latitude وجنوري فبروري مارج أبريل إلى آخر فهذا عندما نطلع قيمة ال-EW مستوى ال-EW فأنا يعني صفر درجة عشرة درجة بال-North Latitude عشرين درجة ثلاثين إلى خمسين درجة ال-Latitude المطينة بالسؤال هو عشرين درجة و أربعة ترفوها ثانية و دقيقة و شنو هاي الترتيبات فتجيبها تكون بالنص فأنت سوى Interpolation هذا بأي شهر تحتاج الشهر تعرفه بأي شهر جاي يشتغل لأنه أنت ما يصير يعني تشتغل لو أنت ما عارف الشهر تحتاج فقالي لك و بأي شهر in the month of November فتروع على month of November هنا هاي رح يصير شغلك و بين العشرين والثلاثين نسوى Interpolation و تطلع القيمة قيمة ال-N Sunshine Hour أيضا أحتاجها أيضا من التي تؤد واعتماد على الطلع ساعات شروق الشمس الممكنة اعتماد على N فالمين منتلي temperature D 19 درجة 75 منتلي منتلي 9 الوين 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 2M نفس الخارج نفس الشكل لنفذ الضوء وأبراح مع هذا الإivel الـ A وانا يتصف تابل 4 كلتا من أجل تابل 4 ней تابل 5 ومن أجل لم يكن المستخدم فهذة من التيبل تلك حلقة ثلاثة ثلاثة طلعنا اي و ايدابل يعتمد على درجة الحرارة ايضا طلعنا الاند اللي هي 10.716 بس انا عندي الساعات الشروق هي تسعة فالنسبة رح يصير تسعة على 10.716 الآن موضو 7.81640 اندار اف хорош slot رح يصير كدري ايضا الطلاقتش الاني سوف يكون عندي قانون و قانون دستة تسعة موضوع من قانون دستري desses ساعات فنرجع عليه حتى انت ذاكرك بي هذا الا هذا الاقونستان المطينية بسؤال واللاتيتود موجود عندك بالسؤال فاستخدمته الى بولتزمان كوفيشينت الى اخره استخرجتها من المعادلات الموجودة تي اي بالدرجة بالقلفل السيجما في تي اي اس اربعة سيجما موجوده تي اي اس اربعة هاي شايكس تقدمونا القصة 4.4 اس اربعة 14.6 والر من طين الى نوع اوجد جدول قطلع من عنده بوثين اخمسة اقدر اطبق القانون الى قيمة الى اج ان كل العوامل ما القانون موجوده عندك ل Är قيمته موجودة ها هي الحن اي زادا بي الثوابتي هنا كلها طلعنا لها طلعنا اي طلعنا نا اريد اطبق هذه المعادلة الي اي طلعه كل الامور اللي اطخص هاي المعادلات انا طلعتها فارجع للسؤال مالتي طلعت اعتوار هس ال HN طلعت و المعادلة اشوفتك اياها from equation 3-14 ترجع ال equation 3-15 equation 3-15 وايضا اشوفك equation 3-15 هي equation 3-15 و 3-5-1 زاد سرعة الرياء على ارتبعتين متر على مئة وستين اي دبليو فيبر برجر ناقصا ال اير برجر وكل هالامور هاي طلعناها احنا نرجع للسؤال اي اي 2.208 ملي متر بيردي equation 3-13 تعرفها الاي زاد القامة الى اخره كل الامور هاي موجودة عندك يعني متوفرة بالسؤال يعني كل الامور هاي احنا استخرجناها وتوفرت عندنا بالسؤال ايضا هاي القامة اللي هي فسكومترك كونستان فسكومترك كونستان تقيمة 0.49 ثابتة ملي متر اوف ميركل لكل درجة سيليزية فلا تنسى لهذا اذا هاي اللي هي نوتنج from equation 3 اضلا نوتنج ذات غاما او فسكومترك كونستان قيمتها 0.49 البيت اي رح سير قيمتها اقدر انا اطبقها بشكل مباشر تعرف الاي موجودة ال اي دبليو كل ال اي 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 احنا طلعناها كل اللي هي واحد 0.99 ال Ass checking فكل EL 2.08 فكل بشكل عاونية على الي ايض اعزادن ال فالطلعات الى 2.06 المتر لكل دي Using the data of example 3D Estimate the daily evaporation from lake situated in that place For estimating the daily evaporation from lake Penman equation used with the البادو ratio قيمة البادو ratio قيمتها 0.05 لذلك HN ستكون قيمة 4.9 ال HN قيمة 4.936 ستكون 1 ناقص 0.05 1 ناقص 0.25 سابقا 1 ناقص 0.25 سابقا 0.25 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 والكروب هو محاصيل، مرجع محاصيل، يعني شغلات irrigation. In irrigation practice, the PET is extensively used in calculation of cob water requirement. For purpose of standardization, فاو منظمة الغداء العالمية power recommends, reference corporate evapotranspiration or reference evapotrans denoted as ET0. The reference surface is a hypothetical grass, grass which is a reference, crop with assumed the crop height of هذا هو مرجع للغراس الذي هو الثيل أو العشب. كروب هايد، يعتبر الارتباع من 12 سنتيمتر. A defined fixed surface resistance of 70 سنتيمتر لكل SM-1. اللي يعني second to every meter. البادو اللي هو الآ، بيمتي مالتي 0.23. The reference surface closely ressembled. تجمع عن extensive surface of green. well watered grass. إنه هذا الغراس هو يعني المياه ما تتكون جيدة. مش حسنة. خوف يوني فاوم هايد. Actively growing. ينمو بشكل نشط. هاي كل الفرضيات. and completely shading. The ground. The ground أيضا ضلع بشكل تام. The defined fixed surface resistance. 70 second elكل meter. عيش الوهنانا أ標و قد تكون موضاعًا منطل مستجر من نوقع المستجر وقامات قامة فاو بمان مونثيو مثل فاو بمان مونثيو مثل نظر عندما تستمر أساسي و انها تستمر و الأير هوميدتي و الويد سبيد ديتا تلقاها برفرنس رقم 3 إذا تحتاجه بشغل زائد عندك المعلومات بها ممكن ترجع عليه إذا the potential evapotranspiration of any other crop ET is calculated by multiplying the reference crop evapotranspiration by coefficient K the value of which change with the stage of the crop لذلك ET يعني قصدنا بها BET نفسها اللي هي potential evapotranspiration أطلع the reference crop evapotranspiration أضرب بالK أطلع لي potential evapotranspiration the value of K قيمة الكي تتراوح من 0.5 إلى 1.3 table 73 70 ضقيب for some selected crop يعني يعتمد على نوع المحصول المحصول عندك تاخذ الكي من عندك empirical formula أكل معادلات التجريبية المستخدمة بحساب ET بحساب ET على زمبر of empirical formula as available for estimation potential evapotranspiration حسن المعادلات هاي تجريبية ok ال BET based on ecological data المعلومات الهيدرولوجية المعلومات الطقس يعني climate these are universally applicable to all the climate area they should be use with caution in area different from this for which they wear a drive يعني اعتمد على نوع المختلفة يعني هناك اختلافات بلاندي كريد الفورمولا بلاندي كريد الفورمولا اللي هي أول طريقة رح نأخذها نحن المعادلة هنا هي ET 2.54 KF والF قيمته سميشن BH TF على 100 ET هي BT in crop season in centimeter potential evapotranspiration بحالة crop season رايك كلها معادلة البلاندي هاي معادلة تجريبية empirical formula تختلف عنه بالمان اللي احنا استخدمنا كمعادلة صريحة الكاي un empirical coefficient وهذا un empirical coefficient احنا حشيناها سابقا يعتمد على المحصول on the stage of growth ومعدل نموه يعتمد على المحصول وشقد النمو مالته ال F هو sum of monthly compositive use factor for the period إذن هو مجموع الأشهر اللي راح تستيلك بها عامل الاستيلاق use factor for the period ال BH طبعا من H هي معناها hours يعني هي monthly percent of annual day time hour depends on the latitude of the place وهاي تابل ثلاثة ستة TF هي temperature هذي mean monthly temperature in Fahrenheit value of K depends on month and locality تعتمد على الشهر والموقع average value for the season selected the crop is given in ثلاثة سبعة the plan plan craddle formula is largely used by irrigation engineer هاي المعادلة تستخدم مشكل واسع بمهندسين زراعين to calculate the water requirement of the crop which is taken as different between BET and effective precipitation here difference between potential eval transpiration and effective precipitation plan the morion equation is another empirical formula similar to equation تلاثة سبعة مشابهة بس هذي plan morion هذي مو plan كردل برائي كردل غير plan morion but with additional correction of humidity مع عامل تصحيح جديد ضايف هذا يعني ضايف إلى correction for humidity فلوشوف هنا table 36 هو table يختص بالقياس للBH يعني الBH الطلعاب تحتاج أنت الBH مستخدم معادة plan كردل plan اعفو كردل plan كردل يحتاج منك BH هذا يحتاج من عندك اللاتيتود والشهر وهم تستخدم الانتربوليشن هنا هم يضا تستخدم الانتربوليشن هنا الكي احنا قلنا يعتمد على النوع المحصول فرايس مثلا رايس اللي هو تمن مثلا حنطة حسب نوع القطن بوتاتوز هذا yanlış كي ذا خمسلا موي ن يعتمد الكيمال على هذه النسب نقوم بأخذ نقوم بأخذ نقوم بأخذ نوبر منطيق يعني الشهر من نوفمبر من فبرواري فهذه 3 سنة تعرف من نوفمبر إلى فبرواري نقوم بأخذ نقوم بأخذ نقوم بأخذ نقوم بأخذ منطيق 30 درجة سليزية ومنطيق الشهر منطيق الشهر من نوفمبر ويحتاجه الجوارة وفي برواري منطيق معدد الدرجات الحرارة استعمال بأخذ وقال لك استخدم بأخذ سليوشن حتى نستخدم معادلة بلانا كرد الفورمالة لازم أنت تعرف منطيق المعادلة 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 بالأخي ما تحتاج معادلة الـ E-T شنو احتياجاتها حتى طبقها ترى الـ 3.17 هي المعادلة الـ 3.17 الـ 2.5.4 KF الـ F تي فرنهايت عالميا فها هي المعادلة اللي هي بلاني كريدل ها هي المعادلة 2.5.4 KF وقيمتها تي فرنهايت معدل درجات مال أشهر مال 2 على 100 ونحن حاجين هذا نحن كتطبيق للمعادلة رجعت هساني للمثال عندي معدل درجات عام الطينيها الـ BH عندي جدول عندي جدول مال BH اعتماد على التوتود وحسب الشهر فأنا عندي مثلا شهر نوبمبر أطلع مال شهر نوبمبر وطلع مال الجنواري وطلع مال الفابروري الأشهر المحتاجة وقلنا الـ Interpolation يستخدم حسب اللاتيذود موقع أوكي فالـ BH في TF هذا الـ BH في TF هذا المجموع مالتهم هذا هذا يمثلك شي مثلك الـ F هذا يمثلك 16.2.6 الـ F في الـ Summation وفي الـ K وفي الـ K الذي اشتغلت بالـ Sؤال الـ 0.6.5 فأطلع الـ 29.8.5 سنتمتر هذا الـ Potential انيارجيه من المعام بالاعتماد على المعام بالـ Planning Cradle فهذا كل ما موجود بالـ Sؤال الـ K قلت لك انا جبتها من الـ Table 3 سبعة و الـ Table هذا الـ Weight هذا تريده شوفك إياه هذا الـ High Point 6 خمسة مباشرة قدامك أخذت الـ K فهذا Thorn and Weight Formula Plani Cradle كمعادلة تجربية تحسب قيمة الـ ET لحساب القيمة الـ ET Evobo Transpiration معادلة تجربية المعادلة الثانية ثانثويت ثانثويت formula اللي هي this formula developed from data of Eastern USA شرق الولايات المتحدة I'm use only mean monetary temperature together with an adjustment of daylight the B-E-T هنال Potential Evobo Transpiration حقنا الـ ET مثل potential potential evobo Transpiration اللي هي قيمة 1.6 L-A 10 T معدل على I-T لا تنسى الـ ET Montel B-T تعرفها in centimeter بس هذا شهري شهريا L-A adjustment number of hours of daylight كم عدد الساعات النهار and days in the month وعدد الأيام بالشهر related to altitude of this place أي وطبعا الـ وطبعا 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 الـ الأن يعني LA نفس الحشي سابقا نجيب اللاتيتيود وتجيب الشهر وذا وقعت القيمة بين قيمتين نستخدمها الت معدل درجة الحرار بدرجة سليسية يعني سميشن هو راح يساوي لك بالاخير سميشن من واحد الى اثناش لعدد الاشهر والآي قيمتها تي على خمسة واحد اربعة اوكي الاي امبيريكل كونستاند اوكي والآي قيمتها ستة بوين سبعة خمسة في عشر وصناق سبعة اي تي اي تي وسطث الاته اللي طلعتها اي تي قبلها ناقص سبعة بوين سبعة واحد في عشر وصناق سطنين اي تي زادن بوين تربعة تسراحت اي تي 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 ت تاShell واضحة من المعادلة معادلة كرف من الدرجة الثالثة مطلعين الامبيريكل كونستاند كمعادلة من الدرجة الثالثة IOS-3 i-T-3 i-T-1 هذه القيمة نحن قلنا هذا الجدول لوجه DA المعادلة لتمنى حيث يعتمد على L A و T و I T اوكي والاي هاي معادلة بينما بلاني كريدل بلاني كريدل اذكرك بيها بلاني كريدل هي 2.54 كي اف والاف هي سميشن بي تي اف على 100 اوكي فهاي معادلة الثانية بحساب المعادلة من المعادلات التجربية لحساب الات انت ممكن السؤال السابق ممكن تحله باستخدام هاي المعادلة استخدمها بحساب هاي المعادلة الاختشوال احنا اخدناها سابقا وشرحنا لكم يعني الـ AET اكتشوال for hydrological and irrigation application can be obtained through a process water budgeting اللي هي water budget اللي اخدناها الموازنة المائية المعادلة and accounting وحساب for a soil plant atmosphere interaction التداخل يصير بين الجو يعني بين الهواء قنقول atmosphere غلاف الجوي atmosphere بين الغلاف الجوي والـ soil plant soil plant واتمسفير يعني الغلاف الجوي مع النبات مع التربة interaction assemble procedure due to doorhops and prods and prods it's as well as a procedure using available metrological data the reference crop ايواء ايواء ایواء اخدناها is calculated the crop coefficient k for the given crop and the stage of grad is obtained from published table as such as table 3.7 اللي أخذنا the potential crop evapotranspiration قصدي يعني هاي مو خطأ يعني evapotranspiration ETC is calculated using equation 3.16 ETC K ET0 the actual evapotranspiration ETA at any time at the farm having a given crop as calculated as below if AASW أكبر أو تساوي واحد ناقص بي من MASW في هاي الحالة ETA رح يساوي الETNode الETA رح يساوي الETNode non as potential condition وهاي الحالة تعرب potential condition خلنا أوضح لك بعد أكثر أوضح لك بعد أكثر A-A هي actual available soil water at time T over the root depth over the root depth إذن هذا يمثل A-actual available soil water soil water 1-B ال-B اشي تمثل ال-B هي soil water الدبلشن 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 فاكتر احنا سميه الدبلشن فاكتر الدبلشن فاكتر بين السويل والواتر for a given crop and soil complex value of B هذا ال-B high تتراوح قيمته من 0.1 for sandy soil to about 0.5 إلى 0.5 إذا sand هو 0.1 وإذا clay 0.5 ال-M A-S W هو هذا total available soil water over the root إذن هذا total available هذا total available هذا المتوفر المتوفر من الرطوبة الموجودة soil water إحنا soil water يعني soil moisture content هاي المتوفرة هل تساوي actual يعني actual هو أكبر من 1 ناقص B minus 1 minus demolition factor في total إذا كان هاي الحالة هاي أكبر actual فال-ETA رح يساوي ال-ET note و non as potential condition وتعرف هاي الحالة بال-potential condition لأن E-T A actual ساوت ال-ET note اللي هو reference crop reference crop reference crop اللي هو evapal transpiration إذا ASW ال-ASW اللي قلنا عليها actual available soil water يعني moisture content المتوفرة الحقيقة يكون يكون أقل من 1 ناقص deblution factor بين soil والwater في total moisture contained أو ال-MASW بغاية بغاية الحالة يساوي ال-ASW على واحد ناقصا ب-MASW في ال-ETC يعني كأنه أنا الكي اللي راح استخدمه هو actual على total وهنا تذكرون احنا بالكتابات من مدول 1 ناقص الموستير contain واحد ناقص deblution factor نفس الصيغة المعادلة بس مو نفس 100 بس نفس الصيغة يعني not the equivalence of term earlier BET يساوي ET NOT AT ET ETA إذن ET NOT أنا أقصد بها potential evapotranspiration أما ETA أقصد بها AET اللي هو actual evapotranspiration Example 3 5 A recent irrigation plot has in a daily day 1 العفو the total available soil moisture is at maximum value of 10 cm if the reference crop evapotranspiration is 5 mm per day calculate the actual evapotranspiration on day 1 day 6 day 7 assume soil water debilition factor حتى لا يقل ك بي انت لازم تر بي soil water debilition factor بي 0.2 and crop factor نجيب من جدول تترفق الكي منطقي جاهز 0.8 here ET note potential evapotranspiration أو crop reference crop evapotranspiration 5 mm and total MASW 100 mm نقرأ نقرأ سؤال 0.2 total available soil most maximum value of 10 cm 100 mm maximum value total available total available available if the reference crop evapotranspiration 5 mm بغضي 5 mm ف انت عندك راح تشي يقول 1 ناقص به في هذا المقدار طلع 80 80 بينما عندي ETC واحد قلنا هاي طلعت 80 ETC قيمته جد احنا عندنا K potential 5 او كي خمسة وهنا جيت انا اشياء ساوي بس هنا حتى اذكرك ال 0.9 الصوت انا مو صحيح قيمة قيمة تقربة ETC قانون موجود ETC بشكل عام طلع K في K 0.8 فاللود غيرها 0.9 حتى يصير حل نفس موجود جهة الASW قيمته 100 mm 100 مليمتر الواحد ناقص هو اكبر من الواحد ناقص من الاسW هنز the potential existence on ET 7 4 مليمتر بردين استمر بالسؤال هنز the potential طلعناها this race will continue till 100 مليمتر ناقص 80 لانا المتوفر الماغزم هو 100 عفوا الـ الماغزم هو 80 يعني 20 مليمتر ستحدث في الماغزم 20 مليمتر مليمتر تحدث 20 مليمتر تقريبا ستمر فائض مقدار 4.4 ستمر و لا لذلك فقط اليوم الخامس سوف اصول الـ 4.5 و الـ 6 يصبح اشكالية لانا كان لدي 100 ناقص 4.5 في 5 يصبح 77.5 يعني اقل من 80 بهاي الحالة بهاي الحالة هذا هذا حالة صار عندي باليوم السادس لانا عندي الايام مالتي يعني يعني المية الماكزممم كان عندي ناقص 4.5 في اذا بالبداية كأنه عندي ولا يوم يعني 100 مثل ما اشتقنا بالبداية اليوم الاول هسا انا اذا ست ايام معنى انا كتشات خمسة ايام سابقة يعني خمسة ايام سابقة وكل يوم ياكل من عندي اربعة ونص مليمتر بيردي فالمية ناقص اربعة ونص مليمتر بيردي يقضي سبعة وسبعين ونص منهم لذلك الاكتشول هسة اقل من الماكزممم وبالتالي انا لازم الاكتشول على الماكزممم التي هي ثمانين وبالتالي في الاربعة ونص طلع عندي اربعة ونص مليمتر ها تبقيي السبعة ونص ناقصا ماله هذا اليوم اللي اربعة ونص مليمتر بيردي هذا عام 613.04 ومما انه اقل من هذا ايضا ارجع اني يتضع الى الماء دقائنا أيضا احتام之 306.03 والاستمر بهاية طريقة فاشتمر على هذا الاسلب هسا احنا موضوع الجديد لغاية الخسارة الإبتدائية الثاني دبريشان storage تازيز and together they call initial loss دبريشان الانترسيب process with دبريشان storage and initial loss the abstraction represents the quantity of storage that must be satisfied before the runoff began the following two sections deal with these two process pre-file pre-file the interception the first one we had to do interception process and the depression storage the interception process i am going to be in the interception this is 13 and 13 is the depression storage these are two types initial loss and the initial loss we are going to get the infiltration the interception when it rain over a catchment not in the precipitation falls directly onto the ground before it reach the ground a part of it may be caught by the vegetation and subsequently evaporate the water the water the volume of water is called interception the interception the precipitation may be followed on the three possible routes the water the water may be retained by the vegetation and surface storage and retaining into the atmosphere the atmosphere the atmosphere by evaporation the water when it comes to the water the wind the water between the water it is there is the water المبدأ الثاني يمكن أن تسقط من المسارة الأسفل لتتعب الارض يعني أنها رزلت عن النبات لكن بعدها سقطت من النبات ورجعت إلى سطح الأرض أو المسارة الأسفل يسميها المسارة الثالث المسارة الثالثة يتحب إلى المسارة الأسفل وكل تقلل من السطح الأسفل وعلى منزل الأسفل وهذا الشكل يسمى السطح الأسفل على شكل السطح الأسفل إذن الانترسفشيين نقصد به اللي إجاء للنبات بشكل مباشر واتبخر من النبات وهذا الكيرف وهذا الـ rainfall وهذا الـ interception loss as percentage rainfall نسبة من الأمطار من صفر إلى مئة بالمئة بيشي تريس وهذا الـ rainfall عندك من خمسة إلى ميبل مليمتر وجاء يشوف شون يقيل مع زيادة الـ rainfall زيادة الـ rainfall هذا الـ interception وتعرف احنا نعرفها هاي إذا كمية الأمطار قليلة الـ interception loss يزيد انتقل على المعادلة الـ 3-18 او ارجع للمعادلة المعادلة الـ i i sub i s sub i ki في الـ e t الـ i sub i هو الـ interception loss, الـ i sub i هو الـ interception loss in mm وهاي قيمتها من 0.005 على 1.25U وهاي قيمته من 0.251. فهذه المعادلة مختصة بحساب الانترسيبشن الانترسيبشن لوس معادلة موجودة عندك ممكن انت ترجع لها بأي وقت فثلاثة ثمنتعش هي معادلة تعتمد على إذا تحتاج أي تفاصيل أخرى ممكن نوضح لكي فهذا يعتمد على عوامل تجاه نانا شوف موجودة Depression storage depends on vast number of factors to achieve the chief of which are the type of soil the condition of the surface reflecting the amount and nature of depression the slope of the catchment the antecedent precipitation as a measure of the soil moisture obviously generally the expression of a quantitative estimation of these laws are not available quantitatively it has been found that antecedent precipitation has a very bronzed effect or decreasing the laws to run off in a storm due to depression value تكون من 0.5 سنتيمتر إنسان 0.4 سنتيمتر إن لوم الغرينية التربية و 0.25 سنتيمتر إن إكليه يمكن أن تكون قائمة for the depression storage loss during intensive storm فهذه القيم هذا الصبر الخير مهمة لك هذا الجزء اللي حتشيته لك Infiltration جزء د اللي هو Infiltration وال Infiltration أنا رح أوقف المحاضرة اللي هنا أنا بعدين رح أكمل لك ثاني جزء أذن ودسلك حتى نكمل الفصل لانتأخرنا هواي